بشكل عام ترك الاستحواز النادي الاهلي لكن عرف ان هو يفوز وده المحتاج ونادي الاهلي فكرة التخليص حتى وان كان عنده لعب هجومي او مهاجم قد يكون في بعض الاحان عبء على النادي الاهلي مش عايز اقصو عليه مودست اللعب الفرنسي القادم حديثا لنادي الاهلي لكن اعتقد انه لن يستمر كثيرا معنا الله مع انه في البداية يعني كان فيه ترحيب كبير جدا ان مودست هينضم للنادي الاهلي وانه لعب كبير وما ان احنا كنا نكلم حتى انه سنه كبير ولكن كنا بنقول خبرة كبيرة برضو في الملعب بس يعني موضوع تحول دلوقتي مش عايز اكون قاسي ولكن مش تحول بس ايه ازاي ببنقول كده مش زي ما كنا متوقعين او يعني عندنا توقعات صحيح التاريخ ملوش علاقة بالواقع احنا عايزينك دلوقتي تعمل ايه على الارض الملعب مش من سنتين وسايب بقلك سنة الملعب علشان ترجع مرة تانية فكرة كلمته في مواقف من المواقف انا كراكل بحلل ممكن اخد الكلام بين السطور فما يجي اقول انا مش عايب ان انا العب في مكان او في دوري اقل من اللي انا لعبت فيه معنى كده ان انت انا جاي باصص على انه الرتم والاداء والعقلية والاهداف والمستوى الفني اقل بكتير من اللي انت كنت بتلعب فيه انت هتيجي على الرحب والساعة كده هتلعب بقريحية فانت هتبقى نجم زي ما انت لقى الموضوع مع النادل الاهلي يختلف الموضوع في القرى الافريقية مع تطور الكرة يختلف وفي مصر كمان والوطن العربي احنا شايفين كمان الوضع فلا الامر مش سهل على مودست في نفس النقطة كولورن بارح قال في المؤتمر الصحفي لما تسأل عن مودست اداء وقال ان هو قام بدوره يعني هو شايف ان هو دوره ان هو يفض الدنيا لحسين الشحات عشان يسجل بيرسيته عشان يسجل هل ده دوره؟ هل ده دوره اللي هو جاي عشانه اصلا؟ لا بالتأكيد لانه جاي في الاساس للتخليص طيب كهربا كم يوم هذا دور لان هو كان انا محتاج مهاجم بالظبط كده اقولها ازاي بس انه عشان يبقى وقعين وصراحين وما يزعلوش مننا يعني لما تجيب صفقة كبيرة لازم تعملها شو هالة وإلا هيتم او اشارة اصابع الاتهام لمن قتوا بهذا الرجل فعلشان ما يبقاش ما يبقوش في وجه المدفع يعني من الاول فلازم يتعملوا هالة كويسة وانه الراجل ده كويس 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 بس وقعيا هو لن يخدم النادي الاهلي لا رتمه ولا اداء ولا حتى محاولات رفع النصق البدني بنسبله صحيح مش متأقلم مع ناد الاهلي قد يكون بعد فترة لكن ده ممكن يبقى على حساب ناد الاهلي لانه مباراة ناد الاهلي حتى الان لم يعاني فيها فما بلنا فيه كأس العالم للان ده احنا مباراة جاية كتيرا من الممكن ان تحتاج لمهاجم يخلص لك نص فرصة صحيح ومودست مش لها عشان نبقى وقعين يعني اعتقد يمكن لو تحمس شوية وحب انه وفاء زي ما تقولت يعني حتى فكرة الاهتمام بالتأهيل البدني والتعامل مع اللاعبين ممكن يعني على حسب نشوف اللي هيحصل ايام الجاية بس الموهبة بتبان من الامسة من تخليصة حتى الهدف اللي جابه في المباراة الماضية ما كانش هدف عاليه يعني سماشي هنتابع هنتابع طيب برضو احنا متكلم بقى على اللعيبة والصفقات برضو يعني برضو ريدا سليم لما نزل الملعب يعني محسناش بوجوده قوي بس برضو هل نرجع ده لإصابة هو جاي من إصابة وقعد فترة في الفترة الأخيرة أو أصيب وقعد فترة للتأهيل بشكل عام أنا شايف من ريدا سليم لأ عنده لمسات لكن ما ياخدش مكان حسين الشحيط يعني ما ياخدش مكان المصريين اللي موجودين حتى أحمد عبدالقادر لو في حالته أعلى بكتير من ريدا سليم لكن دور مهم لأنه النادي الأهلي محتاج في أكتر من مركز أكتر من لعب يوجيد لأنه الإصابات قد تؤثر أنت عندك مجموعة كبيرة من البطولات هتشارك فيها بما فيها خلاص لي آخر مباراة للأهلي في الدوري توقف دولي لمنتخبنا الوطني الأول ثم على طول ما بعد آخر مباراة أمام الجزائر في 16 من أكتوبر الجاري يوم 20 على طول هتروح ببعثة ناد الأهلي لدار السلام في تنزانيا علشان تواجه سيمبا في جولة الأولى أو دوربا نهائي مباراتتها في كأس السوبر الإفريكي للأنداء بمسماء ثم تروح على المنطقة العربية السعودية هيك أس العالم للأنداء وبعدين دوري أبطال إفريكا فأنت عندك موسم مقتض بيئة المباريات فأنت محتاج أكتر من لعب يوجيد وكمان كلهم يبقوا تروس شغالة بنفس العقلية وبنفس الاحترافية كمستوى فني ميزة ناد الأهلي لأنه عنده مجموعة كبيرة من لعبين بتعود يعني غاب إمام نزل طهر طهر تطور بشكل كبير عكس ما بنكلم عن مودست لو نزل كهرباء كهرباء يكون مؤثر بشكل أكبر أنا شوف مودست ممكن يبقى بديل ما بقاش أساسي أو أساسي خد منه اللي أنت عايزه ده لو كان بيقدم حاجة لكن لازم يتكلم مع مارسيل كولر بشكل أكبر أنه أهدافنا مش كده وتطورنا لازم يكون بنفس الشكل اللي احنا شفناك به مثلا مع بروس دورد مودل أهداف اللي كان بيرفع فيها رجله زي هالند على سبيل المثال مع اختلاف المستوى فالفكرة أنه لازم كل اللعبين يكونوا متطورين علشان يبقوا شايلين النادي الأهلي فيه ما هو قادم باسم مصر أولا ثم فيه أدوري بتأكيد